كما كان متوقعا أبا سيناريو الثورات العربية إلا أن يفرض نفسه في السودان أيضا مع إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقف التوفاوض مع قوى الحرية والتغيير وإلغاء الاتفاقات السابقة بين الجانبين وفي أول كلمة له بعد فضل اعتصام القيادة العامة قال البرهان إن المجلس قرر تشكيل حكومة تسيير أعمال وتنظيم انتخابات خلال تسعة أشهر بإشراف دولي إلغاء ما تم من اتفاق وإقاف التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير الدعوة الانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز التسعة أشهر من الآن بتنفيذ وإشراف غليمي ودولي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك تشكيل حكومة تسيير مهام لتنفيذ مهام الفترة الانتغالية رمتني بدائها وانسلت هكذا رأت قوى الحرية والتغيير تبرير البرهان لخطوة المجلس العسكري واتهامه لها بمحاولة الانفراد بحكم السودان لاستنساخ نظام شمولي آخر يفرض فيه رأي واحد يفتقر للتوافق والتفوض الشعبي والرضى العام ورغم أن المجلس العسكري قال إن حكومة تسيير الأعمال التي سيشكلها ستكون بهدف تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر إلا أن المعارضة رأت القرارات خطوة جديدة لتكريس حكم العسكر والالتفاف على مطالب الجماهر الداعية إلى تأسيس نظام مدني قرارات المجلس العسكري جاءت استكمالا للصدمة التي خيمت على الشارع السوداني بعد استخدام القوة المفرطة في فضل اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش والتي قتل فيها أكثر من ثلاثين شخصا وأصيب المئات بجروح وأظهرت الصور التي بثت من داخل منطقة فضل اعتصام أن المعتصمين ظلوا متمسكين بالشعار السلمية حتى اللحظة الأخيرة وسط العنف والنيران التي لاحقتهم من كل جانب وهو ما دفع قوة تغيير للتعاهد بتقديم قادة المجلس العسكري للمحاكمات أمام قضاء وصفته بالعادل والنزيه في سودان الثورة ثورة يبدو أنها صارت على مفترق طرق مع دعوة المعارضة للمواطنين لاحتشاد في الميادين وإغلاق الطرق وإصرار العسكر على أخذ مسار الثورة إلى نقطة بعيدة عن الأهداف التي انطلقت من أجلها وتفع السوداني نفي سبيلها ثمنا باهظا من أرواحهم ودمائهم